في خبر آخر تمكن العاملون في شعبة جناء إقليم الوساط من القبض على مجموعة جرمية مكونة من ثمانية أشخاص قاموا بتزوير جوازات سفر وأوراق رسمية بقصد بيع قطعة أرض في البلقاء قمتها 750 ألف دينار مديرية الأمن العام أوضحت أنه على أثر متابعة معلومات وردت إليهم حول قيام أشخاص مجهولين بعرض قطعة أرض لا يملكونها للبيع مقابل مبلغ 750 ألف دينار تم تحديد هوية أولئك الأشخاص والقبض عليهم قبل إتمام عملية البيع والشراء حيث اعترفوا بقيامهم بعملية النصب والاحتيال والتزوير